في العاصمة الأرمينية تنعقد الجلسة العادية لمجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ويحضر الجلسة الرئيس الروسي بلادبير بوتين وقادة دول المجلس لمناقشة التوترات بين أرمينيا وأذربيجان فضلا عن التوترات الأمنية الإقليمية والدولية والقضايا السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة ست دول تشكل منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكل منها قدراتها العسكرية والحربية نتعرف عليها في التالي منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وأرمينيا وبلاروس وكازاخستان وقيرغزستان وطاجكستان مجتمعة لها إمكانات وقدرات من ناحية عدد العسكريين تمتلك روسيا 798 ألف عسكري تليها بلاروس 48 ألف عسكري وأرمينيا لديها نحو 45 ألف أما قيرغزستان وطاجكستان تضم صففهما مجتمعا نحو 19 ألف عسكري وبالنسبة لعدد صفن من مختلف الأصناف تمتلك روسيا 813 منها و24 لكازاخستان روسيا أيضا تمتلك نحو 23 ألف مدرعة تليها بلاروس التي تمتلك نحو 3000 صنف وعدد الطائرات بما فيها المروحيات من مختلف الأصناف تمتلك منها روسيا نحو 2200 طائرة و159 لكازاخستان و53 طائرة تمتلكها بلاروس و45 طائرة لأرمينيا والمزيد حول الملف تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالة الخليلي ديالة مرحبا بك أبرز ما سيحضر على الطاولة في اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعية التي يحضرها الرئيس الروسي بلادمير بوتين نعم سالي يعني بعد نحو ثلاث ساعات من الآن من المتوقع أن يصل الرئيس الروسي بلادمير بوتين إلى العاصمة الأرمينية ييريوان للمشاركة في اجتماع منظمة الأمن الجماعي خلال هذا الاجتماع يعني إلى جانب الرئيس الروسي سيكون هناك رئيس وزراء أرمينيا ورؤساء كل من بلاروسيا تجيكستان وكرغيزيا من المتوقع مناقشة الرد على الأزمات والقضايا المتعلقة المؤثرة على المنطقة على هذه المنظمة إلى جنب القضايا الدولية والإقليمية كذلك سيكون هناك تركيز كبير على الصراع بين أرمينيا وأذيربجان سالي قبل اجتماع اليوم كان هناك مساء أمس اجتماع لوزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي شارك فيها وزير الخارجية روسي سيرجيل لفروف تمت مناقشة قضايا الخارجية والسياسات والتعاون العسكري الفني في هذه المنظمة واليوم وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشف إلى العاصمة ياريفان للمشاركة أيضا في اجتماعات هناك قبل اجتماع القادة هناك سيكون اجتماع لمجلس وزراء خارجية هذه المنظمة إلى جانب أمناء هذه المنظمة سيتم التركيز على قضية الأزمة الحدودية بين أرمينيا وأذربجان الجانب الأرميني يرغب خلال الاجتماع مع قادة الدول هذه المنظمة بتقييم سياسة أذربجان ومناقشة خريطة الطريق لإعادة استعادة وحدة الأراضي الأرمينية لأن أرمينيا تعتبر إقليم ناقورني كرباخ جزءا من أراضيها يعني التوجه الأبرز سيكون نحو الصراع الأرميني الأذربجاني خاصة بأن في شهر سبتمبر الماضي كان هناك تبادل الاتهامات من قبل أرمينيا وأذربجان بأن كل الطرفين يقومون بقصف المناطق الحدودية وسقطها حينها قتل وجرح هذا الاجتماع يعني بعد هذه الاجتماعات سيكون اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونحن في انتظار المزيد من هذا الاجتماع بعد الاجتماع لقادة قمة معاهدة منظمة الأمن الجماعي سيكون هناك مساء اليوم اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان هذا اللقاء الثنائي سيتم مناقشة أيضا بشكل ثنائي تعاون الروسي الأرميني إلى جانب الصراع أرمينيا وأذربجان نعم سالي نعم شكرا لك مراسلة الشرق من موسكو ديالة الخليلي على كل هذه المعلومات